وحقيقة المرض في الإجوان لما نقول مرض السكري هو زيادة السكر في الدم يزيد نسبة السكر في الدم على الطبيعي طبعا نعرف السكر الطبيعي في الإنسان ما بين 80 إلى حوالي 126-130 إذا زاد بنسبة عالية ووقتها نقول مرض السكري الآن نحن لدينا مرض السكر للأطفال ومرض السكر الكبار هو حقيقة مرضين مختلفة وأسبابها كمان مختلفة مرض سكري الكبار نبدأ فيه هو حقيقة مقاومة الإنسولين يعني الإنسولين موجود البنكرياس يفرز إنسولين بسبب أن المستقبلات في خلايا البنكرياس أو خلايا الجسم لا يوجد عندها مقاومة فيحتاج البنكرياس يفرز زيادة فهي مقاومة للبنكرياس وله أسباب كثيرة أحد أهم أسبابها السمنة هذا بالنسبة لسكر الكبار وطبعا دليل نحن عارفين أن مرضى السكري معظمهم معظمهم عندهم سمنة أو زيادة في البنكرياس لكن ليس لازم يكون عندهم سمنة بالنسبة للسكري الأطفال لا مختلف شوي السبب حقيقة خلل في خلايا المناعة خلايا المناعة خلايا المناعة هي المفروض تحمل جسم تحمل جسم من الجراثيم الفيروسات البكتيريا لسبب ما الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان بإرادته الخلايا هذه سير فيها خلل فبدل ما تذهجم الجراثيم تذهجم البنكرياس أو غدة البنكرياس وحقيقة ما تهاجم كل البنكرياس تهاجم الخلايا المفرزة للإنسولين اللي نسميها خلايا بيتا ولذلك يعني يبدأ فيها تلف بسيط وبعدين يزيد يزيد بالتدريج حتى يصبح البنكرياس غير قادر على إفراز كمية الإنسولين الكافية فيرتفع مرضى نسبة السكر في الجسم طيب